النهاردة مرسل كلها لقال تصريحات مهمة جدا ويقرأ واسمع مني ما بين السطور قال تصريحات لموقع ترانسفير ماركت تعال اقول هلك وزي ما قلت لك اقرأ ما بين السطور ده الاهم قال في البداية لقب دوري ابطال الافراكة كان مهما للغاية بالنسبة للاهلي لانهم خسروا المباراة النهائية في العام السابق ما زلت اربط النهائيات بالكثير من المشاعر فوزنا في مباراة الزهاب 2-1 ومع ذلك شعر لاعبه فريقي بخيبة امل كبيرة بسبب الهدف لذا كان علي ان ابنيهم في الاياب كنا متأخرين في بعض الاحيان لذا فان الفرحة التي اعقبت النهاية بعد التعادل لا حدودة لا طبعا بيكلم عن مباراة الوداد في نهاية افراكيا السنة اللي فاتت او البطولة اللي فاتت يعني وقال ادركت بسرعة كبيرة انه اذا اردت اخراج افضل ما لدى لعبي فريقي يجب ان افهمهم كاشخاص وان اتعاطف مع همومهم ومشاكلهم مع بعض اللاعبين لا يمكنك تحقيق النجاح الا اذا كنت صارما مع اللاعبين اخرين لا يمكنك توصيل الفكرة الا اذا كنت تشعع بالدفء والقرب انا مقتنع انه لا يمكنك ان تكون ناجحا كمدرب الا اذا فهمت نظيرك كشخص حلو الكلام حلو الكلام يا جماعة فيلسوف على فكرة كل الفيت باكل بيجي من لعبي النادي الاالي الجازل معهم بيقولوا فعلا ان هو شخص فيلسوف يعني قال يجب ان تكون قادرا على التكيف كمدرب في مصر على سبيل المثال كان علينا ان نطلب المعدات من اوروبا وانتهى بالانتظار لمدة تسعة اشهر بسبب درجات الحرارة المرتفعة من المستحيل التدريب في الخارج اثناء النهار في الايام التي تزيد فيها درجة الحرارة عن اربعين درجة نتدرب بعد غروب الشمس لذلك من الطبيعي الا تنام ابدا قبل الساعة الثانية او الثالثة صباحا بسبب الاستعداد والمتبع معلش احنا لا سهيرة برضا كونش اسهر معنا قال خلال شهر رمضان تأقلمنا مع التزامتهم وتدربنا في وقت لاحق من المساء ما زلت اتذكر مباراة في كأس العرم الانداء بعد نهاية الشوت الاول كنت اتسأل اين كان لعب الاحتياط حيث لم يكن هناك احد يقوم بالاحماء خلف المرمى ثم ابلغني احد المشرفين ان اللاعبين كانوا في غرفة تبديل الملابس ويصلون وهذا طبيعي هنا قال كمان الجماهير تحب الاهلي اكثر من اي شيء اخر هم متحمسون دائما مررت عدة مرات بتوقف السيارات وسط شارع مزدحم حتى يتمكن الساق من التقاط صورة معي ومع ذلك فان المشجعين يطبون الكثير ايضا واعلن التعادل عندهم يساوي الهزيمة والجماهير لديها موقف وهو ان الاهلي يفوز في كل مباراة ولا يوجد شيء للنقاش حول ذلك اعتقد ان العمل في نادي مثل هذا له جاذبية خاصة مارسل كولر بيقول انه اللعب تحت ضغط انك تفوز في كل المباريات عشان الجماهير لا تقبل الا الفوز في كل المباريات امر له جاذبية خاصة شفت الجملة شفت الجمال تكريم مسيماني قال ايه في حاجة شابه كده قالك كل حاجة والجماهير لما منخصن مباراة ما بيعجبهاش الكلام دوت وانا مش فاهم ازاي مش عقل في مطبيعي وكان يعني فاكر ايام مسيماني كان لها تصريحات خارجية من هذه النوعية كثيرة اللي هو يعني مش فاهم يعني ايه فرقة تكسب كل المباريات المفروض الجماهير ما تبقى في المتفاهمة انه الفريق ممكن يخسروا الكلام ده كله صور راجل ذاكي او على فكرة اللي قاله مسيماني بالمناسبة يعني الاصل هو مش غيرت مطبيعي بتخسر ايه فرقة ممكن تتغلب بطولات بس ما نفعلش تقول كده الجمهوري النادي الاهلي وهو النادي الاهلي عايزك بما انك مدرب للنادي الاهلي تكسب كل حاجة تكسب كل حاجة فتبقى ذاكي اللي قاله مارسل كولر ذكاء ذكاء قالك له جاذبية خاصة له مطعة خاصة ذكاء في التصريحات يا